اشتركوا في القناة هنا بمعنى التوسط التوسط فيه بين الدبيب والإسراع أي ليكن مشيك وسط بين البطء الشديد والإسراع الشديد وليس المقصود فيها النية أو التمهل أو تحديد الوجهة ولقد اشتهر لقمان بوصاياه العظيمة التي أوصاها لإبنه والتي خلدها القرآن الكريم لأهميتها وقيمتها الكريمة ومما وعظ به لقمان ابنه إنه نهاه عن ظلم الناس ولو بحبة خردل فإن الله يسأل عنها ويحضرها يوم الحساب ويضعها في الميزان واشتهر لقمان بأن حكمه كانت تأتي دائما في مواضعها وفي وقتها ومن أجمل حكمه وأشهرها إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فأفتخر أنت بحسن صمتك إياك وقصرة الاعتذار فإن الكذب كثيرا ما يخالط المعاذير اعتزل عدوك وأحضر صديقك ولا يتتعرض لما لا يعنيك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة